سقطوا ضحايا لكنهم لم يسمحوا بسقوط الوطن فتحولوا إلى أيقونات للحرية ستة أعوام مرت على تركيا منذ تلك الليلة التي تحولت فيها ليلة الخامسة عشر من تموز إلى يوم وطني وعطلة رسمية ليس هذا فحسب بل تغير فيها الكثير ذات الشعب الذي وقف تلك الليلة منح حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه الثقة بتغيير النظام السياسي إلى نظام الرئاسي أكثر مرونة استطاع النهضة بالصناعات العسكرية التي حسمت معارك عدة كانت تهم تركيا سياسيا وأمنيا وأقليميا أعطت لاحقا لها القوى لتكون رقما صعبا في حلف الناتو عبر المشروعات الكبرى مضت تركيا لتدشن خلال فترة الرئيس أردغان الرئاسية الأولى مطار اسطنبول الدولي والذي يتسع في مرحلته الأولى لخدمة 90 مليون مسافر سنويا على صعيد التجارة الخارجية تواصل الصادرات الصلاعية التركية نموها على الرغم من مشكلات ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية معتمدة بشكل رئيسي على القاعدة الإنتاجية القوية التي حولت أزمة سعر الصرف إلى فرصة تزامنت هذه النجاحات مع توجه تركيا للتنقيب عن انغازف المتوسط في خطوة اتضحت صوابيتها مع أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا تزامنا مع الحرب في أوكرانيا والتي تلعب فيها تركيا أيضا دورا محوريا بالتواصل مع فرقائها للوصول إلى تفاهمات تنهي تداعياتها بالعودة إلى تلك الليلة ماذا إن لم يخرج الشعب آنذاك؟ ماذا لو هرب أردغان أمام تلك المحنة؟ كان سيتغير بالفعل وجه تركيا لا وربما مستقبلها هذا الذي تمضي إليه حاليا بخطة واثقة حيث ستكون الانتخابات القادمة في عام 2023 انتخابات حاسمة ربما تمنح حزب العدالة والتنمية فرصة جديدة للانتقال بتركيا لإصلاحات ومشاريع اقتصادية تنهي العديد من أزماتها الحالية وتعزز روح الخامس عشر من تموز والديمقراطية في البلاد